اشتركوا في القناة تاريخية والمتميزة من منجزات متقدمة تخدم الأهداف المشتركة لكل البلدين وشعبيهما الشقيقين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية حفظهم الله ورعاهما كما نوهم علي بما يحظى به التعاون بين البلدين من متابعة واهتمام من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية حفظهم الله وذلك تحقيقا للرؤى والتطلعات المشتركة التي تنفذ من خلال مبادرات نوعية ذات آثار إيجابية معززة لأفاق العمل الثنائي بينهما لسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية جا ذلك لدى لقاء معاليه اليوم بحضور سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات وسعدت المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية وفي مستهل اللقاء رحب معاليه بمعالي الوزير السعودي والوفد المرافق مؤكدا ما تمثله هذه الزيارة من تجسيد واقعي لضرورة تبادل الخبرات الفندية والتجارب العملية بين البلدين الشقيقين وبخاصة في مجال مستقبل النقل لدعم وتبني ونشر أحدث أساليب النقل وتهيئة بنيتها التحتية الموفرة للسلامة المرورية المتكاملة على الطريق من جانبه أعرب وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي عن شكره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على حفاوة اللقاء مؤكدا أن العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين تعد دافعا لمواصلة التنسيق الثنائي بين الجانبين راجيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهارة ترجمة نانسي قنقر